صفاء كان بتسأل دكتور محمد ان هي معاها شهادة في البنك بلجة النصاب وبتطلع عليها الزكاية وشهادة اخرى غير بلجة للنصاب فبتقول هل مطلوب مني ان اجمعهم على بعض فكده هيبقوا الاتنين مع بعض بلجين للنصاب واطلع على القيمة الكاملة ولا خلاص طالما دي ما بلجتش النصاب فما عليها زكاية هو في الحقيقة الشريعة بتحكم في مسائل زكاة المال انه اذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكان فائضا عن الحاجة الاصلية فانه يجب اخراجه الزكاة فيه النهاردة النصاب بيساوي كام؟ بيساوي ما يشتريه 85 جرام دهب عشر 21 حسب سعر الدهب هيكون النصاب فبتقول انا معايا شهادة والشهادة بلغ النصاب وانا بطلع عليها الزكاة لكن معايا شهادة تانية ربما يكون اجمالي مبلغها اقل من النصاب وانا كمان شايلها عشان بعد ما يمر عليها سنة هاخد الشهادة وعائدها وحطوهم في معاملة معينة هشتري حاجة معينة الشهادة التانية دي ما هي معايا الاولى زادت عن النصاب وهذه الشهادة سيحول عليها الحول يعني هي معايا لمدة سنة فوجب اخراجه الزكاة عنها لكن داري الافتة بتقول لما يكون شخص عنده شهادة وهو بينفق من عائدها او ظروفه المادية مش مساعداه انه ياخد من اصل المال ويطلع اثنين ونصف في المية فتجوز له ويجوز له في هذه الحالة انه يخرج عشر العائد فالشهادة الاولى مثلا بتطلع لها عائد عشر تلاف جنيه يبقى هتطلع الف كلما اخذت العائد كلما يجي لها عائد تطلع العشر بتاع العشر بتاع الشهادة التانية احنا ممكن نسلك بها هذا المسلك طالما انها مبلغ مربوط وانها مدخرة لحاجة معينة فيجوز في هذه الحالة لو انا محتاجة العائد بتاعها عشان اعمل بيه مصلحة معينة ان انا اطلع عشر العائد حالة قبضة انا باخد عائد شهري اطلع عشره ربع سنوي باخد عائد سنوي زي ما اخد العائد اطلع عشره وهذا يكون هو الزك فاحنا بنقول لها اللي انت بتعملي صحيح فقط مطلوب منك ان تزكي على هذا المال لو ربنا مؤسع عليك هتطلعي اتنين ونصف في المية على رأس الحولة على المبلغ كله وعلى العائد لو محتاجة لهذا العائد من اجل المصلحة اللي انت مستهدفها هيجوز انك تطلعي عشر العائد من الزكاة او عشر العائد الذي يخرج على هذا المبلغ هو الزكاة ويكون ليس عليكي الا هذا نفس القضية بالنسبة لشهادة بنتها لو كان هذا المبلغ كما تقول بالغ للنصاب وهي تنفق منه تاخد نصب هذا العائد وتدي الممطها عشان الممطها تصرف على البيت ونحو ذلك يجوز انها تخرج عشر العائد ولو هي ربنا مؤسع عليها وعندها دخول اخرى فيجوز انها تطلع اتنين ونصف في المية على اجمال المبلغ وعلى اجمال العوائد على رأس الحول ويجوز ان امها تطلع لها مفيش مانع الزكاة كلها يجوز ان انا طلع عن ابويا الله عن اخويا ده من قبيل التبرع انا اتبرعتي بالزكاة اخويا بالزكاة ابويا كل ذلك يجوز لا مانع من ذلك مطلقا ربنا يتقبل يا رب